موسيقى الاسرة البديلة موضوع انا ملحقتش حتى ادردش فيه مع دكتور نسرين لكن قالتلي جملتين خلوا الابتسامة بقت بالنسبة لي من هنا لحد هنا مش هقولكو ايه هم الكلمتين لكن هيجوا في سياق الكلام وما هيش مسابقة حاول تكتشفها بس اظنها نسمع كلام كويس جدا دكتور نسرين صلاح عمر عضو مجلس النواب من ورعنا فاند مرسي خالفين كله تمام والله الاسرة البديلة وفي احتضان اولادنا اللي ممكن يكونوا هم في احتياج حقيقي لوجود هذه الاسرة هبدأ الاول بالفكرة الفكرة جات ازاي فاند جميل السؤال حلو وهو فعلا البداية كانت مهمة او ان انا لجل التعليم والبحث العلمي اكاديمية انا كنت وكيل كل الطب المنصورة الخير بداية المجتمع ثم عميد الكلية وقت وكالة الكلية عملنا مبادرات 2017 كانت مبادرة اسمها صحتي في داري كنا بناخد دور الايتام والمسنين وزول احتاجات القاصة مع فريق من كلية الطب ونمكس شهر كامل في هذه الدور نقدم الرعاية الصحية والتوعية الصحية تبقى للفئة العمرية زول احتاجات الخاصة كابتمر المسنين كابتمر كنا بنصدف مشاكل في دور الايتام وهي المشاكل النفسية يعني مهما قدمت من خدمت ومهما قدمت من رعاية ما زالت الاسرة هي الاساس الاحتضان ودي كلمة عجبتني قوي كلمة الاحتضان دي انه هي مش بس الحضن لا ده القناعة بالفكرة يعني احتضان الاسرة لطفل موجود في الدار ده حاجة مهمة جدا فبدأت اعود مع الزملة ايه الحكاية قالوا لا في مشاكل يعني حقيقة الناس بتبزل مجود بس في مشاكل كتيرة يعني لازم يبقى قدام فيه فكرة لها مرت الايام وتعرفت بصديقة جميلة في الورد المتحدة الامريكية اسمها الأستاذة راشا مكي فقالت لي انا صاحبة مؤسست يلا كفالة تلوات زمين يعني يلا كفالة قالت لي انا ام كفالت طفل بعد مراحل طويلة من عدم الانجاب من 2014 وعملت مؤسسة في الورد المتحدة الامريكية وبتاخد الاولاد من مصر ونزلة يعني احنا نتصل في اليوم والعشرين مرة يعني وهي ان شاء الله نزلة قريب مصر وعملت مؤسسة في مصر دلوقتي ان شاء الله تنزل تفتتحها والهيستوري بتاع كفالة اليتيم دي بقى هيستوري طويلة جدا عجبتني جدا الفكرة اين قدشا فخامة الرئيس بيدينا رسائل كده يعني لازم نركز ونحط الشروط تحتها ايه هي يعني دايما في احتفالات يوم اليتيم ما بيقولش اليتيم ولدنا خلوا بالكم لولدنا نتشارك في رعاية ولدنا حلوة حلوة غير كده في عيد الام بقى في تكريم الام البديلة ما كناش بنسمع عن كده خالص ان قدشا في مؤتمرات الشباب وربنا بقى يزيح الكورونا عشان نرجع تاني نجمع ونشوف كل حاجة حلوة بيبقى في تكريم لأولاد من خريجة هذه الدور وانا برضو معك في الاخر كده حندردش ونفسي اغير كلمة يوم اليتيم والمانوفر بتاعت الاحتفالية واقول برضو اسم دور الايتام ده برضو لازم يتغير ونشوف الناس عملت برقين فجت ترتيبة كده يعني صحتي في داري انا عندي فكرة ان فيه مشاكل ويعني لازم فيه حلول جت راشا قرأت لي فيه حاجة اسمها الكفالة رسائل الريس بدأت تقرأ بقى انا في الدعاية الانتخابية بتاعتي كنت مركزة اول على استراتيجية مصر 20-30 وفيه محور مهم او المحور الخامس العدلة الاجتماعية والاهتمام بزول الاحتياجات او الاكثر ضعفا فيها اكثر ضعفا حقيقة فجمعت الموضوع ده كده وبدأت بقى اهتم عملنا مبادرة في الده اهلية من يومين ندوة كانت جميلة جدا حضر معنا الشيخ من الازهر مسؤول الكفالة في وزارة التضامن ووكيل وزارة التضامن حقيقة رعاية الدكتورة نيفين من القباج بشكرها على الدعم والرعاية اللي قدمتها لنا فيه وقرأت بقى كتير في الموضوع ده موضوع يقف عنده نقف عنده كلنا لان المشاكل النفسية والاجتماعية والسلوكية للطفل مش هتتصلح الا بأسرة بديلة قرأت كمان ان العالم ما عادش فيه كلمة دور ايتام خلاص امريكا واوروبا قفلت الموضوع ده طيب والمباني دي بقى فيها ايه سموها دور الرعاية البديلة فوستر هوم ليه بقى؟ ما أنا برضو عندي هنا مين اللي قاعد في الدور دي يتيم او بنسمي يعني كريم النسب فيه كمان اولاد الاهل مش قادرين يتكفلوا بالرعاية المادية فبيحطوهم في هذه الدور يعني هم مش يتيم يعني فيه وليه امر بايولوجيا موجود قرأي فيه كمان اولياء امور عندهم امراض عقلية او امراض عقلية فبيتحط في الفوستر او او السجن وبالتالي هم مش كلهم ايتام فيه اب موجود وام موجود لكن اطلق على الدور دور الايتام تا ما عادش موجود خلاص ستيل هفا وصمة لسته ليه يعني مازالة يعني يبقى فيه فكرة لازم تتغير والدنيا بدأت تتغير ومصر بتتغير حقيقي يعني فيه استدامة في كل حاجة فيه استدامة في الصناعة وفي الزراعة وفي التجارة البلد بتتغير فلازم يبقى فيه استدامة لحبنا لليتيم ما نقفش عند يوم احتفال اليتيم ونقول خلاص احنا احتفالنا به لازم يبقى فيه استدامة واهتمام باليتيم في اليوم بتاعه ولو هنحب نحتفظ بواحد إبريل بس الشكل يختلف الشكل يختلف ازاي انا يعني بحضر كتير ايفنت فيها اليتيم على فكرة فيه ولاد ما بحبوش يحضروا الحفلة طبيعي انا بيفتكروني مرة في السنة وفيه ناس تقولك لا انا بحب عشان بشوف ناس تحضنني وبشوف حوالي ناس وبعد اتكلم مع ولاد انا لاقي فيه مواهب طب ليه ما يبقاش اليوم ده احتفال بالمواهب او نعمل زي ما شفت بره كده كرال هنا ماتشات كورة يبقى فيه شكل تاني غير بانتنج اوف دافيس والبالون والاراجوز ده بقانا من يوم انا صغيرة كده بشوف الحاجاتي لا نجبر بقى نجبر ونغير هيبقى فيه استدامة في التعامل ويبقى على مدار السنة طفل الموجود في دور الرعاية البديلة وليس اسمه دور الايتام حينتظر اليوم ده لانه حيكرم حيكرم بنشاط او حيكرم انه هو حصل على مركز اول في اعدادية في سنوية في الجامعة خد منصب كويس هيبقى فيه يعني فايتر ان كلنا نبان في هذا اليوم احنا بقى فيه عندنا معيدين في الكليات حقيقي حقيقي وتكريم الرئيس كان بيوضح كده فحايزين فوكس اكتر على الموضوع ده انا فجأت ان وزارة تبامون كانتماسك الملاف ده من 1959 تولونج دي يعني كتير قوي فطب احنا تعصرنا كل ده بحقيقي فيه شغل رائع تم في الفترة الاخيرة مع الدكتورة غادة والي ودكتورة نيفين وطبعا قيادة الرئيس زمان كان فيه توعية المجتمعية ضعيفة كان فيه تنمر على الفكرة وحتى الاسرة اللي كان بتكفل طفل كان بيبقى فيه كومنتات جدا الناس مش عارفة يعني ولما كان بتفشل لسبب عدم موجود التوعية الكافية للأسرة البديلة كان الفشل ده بيكبر وبالتالي بيخوف الناس يعني قوي الحاجة التانية برضو اللي جمعتها الرسورش بقى بيشتغل يعني إعلام ما ننساش في الملخطايا وعماد حمدي والألم بتاع عبد الحليم حافظ مصنع في السينما بايد عنين احنا ننشبه أنت لقيت ولازم تعرف التلقيت حقيقة الكلمة دي وإحنا صغرين أنا بكونش عارفة عن إيه لقيت فروح تسألت أصحابي بقى في المدرسة قالوا لي كلام وحش قوي أي ملطقة قالوا لي كلام وحش قوي فبالتالي الميديا بتقول كلام مش حلو العزراء والشعر الابيض بعد ما كلما ربوها البنت يعني سلوكيات غريبة وبالتالي الإعلام كان له دور سلبي فقط من الأوقات On the other side بقى نشوف أوروبا بكى بتعمل دي يدي الإعلام المسكين ده طب دي كانت صناعة سنة ما معلش أبا الدخولنا إحنا في هذا المحترم أنا بقول زمان أنا بقول الدنيا بتتغير ما إحنا عاديين نتكلم أهو وعملنا ندوة أهو وأنا سعيدا بجد سعيدا جدا متوجوتي معاك متلائب محترم وبنتشارك في أفكار جميلة لا سعيدا إحنا بنحط الفوكس على الموضوع صحيح فالعالم بقى بره بيعمل إيه لا ما كانش كده خارس إحنا نيكول كدبان أنا حقول احتضان مش هقول تبني عشان ده حورة ما في الإسلام احتضنت أطفال وأعلنت وبالعكس كابت تعمل أفلام زي فيلم اليوم مثلا بتتكلم على الكفالة إنجلينا جولي وبراب بلت كتير من الأفلام يعني إنستاند فاميلي حاجات كتيرة كابت تتكلم على الكفالة وبالتالي بقى الفلوسفية موجودة وإحنا بغطئين شوي بس حقيقي بجد وزارة التوامن عرفت أنها عاملة ويبسايت بيدي ترينيج للأسرة البديلة إزاي تجي بيه أنا هستأزم بقى عايز أعرف يعني إيه هعمل ترينيج للأسرة البديلة هل لازال ابننا ده لما بيروح للأسرة البديلة يبقى اسمه مثلا علي سيد أحمد لكن الأب اللي موجود في البيت اسمه مثلا طه كمال خليل ده سؤال جميل جدا هروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل مع دكتور نسرين صلاح عمر عضو مجلس النواب حديثا حول احتضان ولادنا في أسر بديلة استنونا بعد إذنكم لن أداعي أنا عبقري في إدارة الوقت لكن هحاول ده من عشر دقائق في العشر دقائق دول هحاول قدر الإمكان أخد أكبر قدر ممكن من المعلومات من دكتور نسرين صلاح عمر عضو مجلس النواب وكت حضرتك توقفنا عند إنه وزارة التضامن عاملة ويب سايت علشان نقدر نتعلم منه أكدر حقيقي ده برضو دكتور نيفين ننبرح كتبت لنا الويب سايت موجود فور دا ترينيج وإحنا يعني حنقترح عليها المنيم لجمعية المجتمع المدني فيها كواليفايد برسونال ممكن يبقى في كيريكولم ثابت لتدريب الأسر البديلة تساعدها تدريب وبعدين على المفروضة لأن استعداد الأسر لاستقبال الطفل برضو بعد فترات عدم وجود طفل صعبة يعني إحنا كأهل بيولوجي كالفاميلي بتبقى بالنسبة لنا تربية العلم مش سهلة يعني فسوق لما تقدم طفل برضو ابنك موجود في دور الرعاية الأوسرا بتبقى خايف عليه فلازم يبقى فيه بروبر ترينيج يبقى فيه ترينيج يبقى فيه كورس نساعدها فيه وقبل ما توافق على كفالة الطفل يبقى فيه إجزام مثلا بحيث الناس كلها تساعدها وتنشر هذه الثقافة إحنا كنا بنتكلم في حاجة قبل الفصل وهو حكاية الأب أنا برضو عرفت من الوزارة أن الوقتي بيسمح بإطلاق اسم الأب على الطفل المكفول يعني جاي من الدور باسم حسن الأب اللي جاي اسمه حسين يبقى حسن حسين بحسن يبقى رايح المدرسة بابا حسين بابا حسين بابا حسين بابا حسين عشرين عشرين فيه تشريع نزل إن سامحوا للأم العذابة أو المطلقة يعني ما فيش زوج موجود في البيت إنها تكفل طفل ودي حاجة كويسة جدا نزلوا شوية بمستوى التعليم بس لو فيه قدرة مالية أنها تصرف على الولد فدي جعلت يعني استخافها إن شاء الله تنتشر أفضل وأفضل يعني زي ما كنت بقول لك ما عادش في أمريكا ولا أوروبا دور أيتام واسمها فوستر هوم بيبنوها زي البيت أو يعني سويت كبير ويصغروا الحجم العيلة يعني أربعة خمسة في مكان والأم والمطبخ والصالة وكل حاجة بحيث فيه اللايكا فاميلي يعني فاتغير المسمى وبقى بشكل أكبر وأحسن لأنه برضو الكفالة الطفل كل ما يتخذ بدري يعني في السن الكبير ببقى صعب شوية كل ما كان الطفل أصغر كل ما ده كان أفضل وأفضل لي كمان أفضل وأفضل وطبعا الإرتباط النفسي والروحي به يعني فيعني النظام الأجنحة ونظام البيت المنقسم ده وإدارة البيت ده يعني وأنا سمع برضو من الوزارة أن فخامة الرئيس بيعيد يعني بناء أو يعني رينوفيشن للأبنية كتيرة من أبنية الدور لتكون لائقة سمع أنه في حمامات سباحة وجناين حاجة جميلة حاجة جميلة بصراحة إحنا عايشين عهد راقي ومنفتح على جميع الفئات وفيها ما يطلق عليه كده بالمصري الفصيح جبر الخاطر آه مظبوط يعني أنه هو ما بيحبش يجرح حد ولو حتى بلفظة أو بكلمة واستخدامه للمصطلحات استخدام جميل حقيقة طب هنا يمكن بما أحدك تكلمتي على التجربة الموجودة مثلا في أمريكا أو حتى في أوروبا وهي فكرة تقلص ما نطلق عليه دار الأيتام وهي تسمية الحقيقة سيئة هل من الوارد ومن الممكن أن نشوف ده قريب في مصر أنه تبقى المسألة مختلفة وتبقى الشبه اللي بيجرى بره وأنا أتمنى أنها تبقى أحلى يعني أنا بقولها هو أحنا غير المسمى بدل دار الأيتام وهما مش أيتام يبقى تضاير الرعاية البديلة إيزي توك سهل جدا حتى أنا راح أدر الرعاية جاي من تربية دار الرعاية الترمينولوجي كذلك ما فيش فيه تنمر لأن أقول حالك فيه ناس أهلهم موجودين هم شاتين فليه أطلق المفهوم على حاجة مش واضحة فنأمل إن شاء الله نطلب من الوزارة تراعي هذه النقطة والاحتفالية الاحتفالية حقيقي لازم تتغير بشكل يوم الاحتضان يوم الكفالة ونغير كلمة احتفال بيوم اليتيم وندي مفهوم أكتر عشان نشر الثقافة إذا كانوا فعلا زي ما ذكر في أكتر من موقع أن الوزارة عايزة بـ 20-25 يعني تغير أو تنهي برضو موضوع دور الأيتام في مصر طبعا يعني فضل 3 سنين 4 سنين سو هارد كده لكن إحنا ممكن يتعامل حاجات كتيرة تغيير المسمى ونشر الثقافة الكفالة في مصر وأنا سمعت نتائج يعني كان نفسي يبقى معنا أحد من الأسرة البديلة وإن شاء الله لما تيجي رشا أحب أنك تستضيفها هتقول لك تجارب نجحة جدا وبيساعدوا بعض يعني الطفل بيكبر يبيعوا حاجاته أو بيدون يعني دونيشن للبقيين بيجوزهم من بعض يعني بيبقى حد من الفامل يجوزهم يعني الحقيقة لا لا الدنيا الدنيا بتتحسن أنا شفت برضو قرأت من المملكة العربية السعودية لما كنا بندردش إن علشان البنت أكتر يعني سكس بيحبوه في الاحتضان يعني البنت بتبقى في البيت كده يعني إيه لطيفة ومساعدة فبيساعدوا الرضاعة الصناعية يا إما يبقى في حد لسه عنده بابي في الأسرة خالة أو عامة بيرضع الطفل الكفيل وبالتالي يبقى أخي من الرضاعة أو لو السيدة في أدوية بتعمل يعني إفرازات للبن كيميائية بتعمل إفرازات بتخليها تردى هذه البنت وبالتالي بتبقى محرمة على الزوج وبتبقى لأنهم عايزين هو ده الاحتضان هو ده الاحتضان إنها بتاخدها في حضنها ومقتنعة بالفكرة إن دي حتبقى بنتها وتكبرها طب دكتور نسريني يمكن بيجي على بالي إن أنا علشان أوصل لمرحلة أكتر من رائع بالشكل ده إحنا محتاجين أولا إن إحنا أكيد بنية تشريعية مختلفة حبتين ومن ناحية تانية أنا كمان محتاج بنية بقى أساسية ده أنا عايز يبقى فيه عندي داتا بيز كبيرة جدا لأسر اللي ممكن يبقى نتيجة مثلا أمرض نفسية نتيجة جريمة لقدر الله ما ينفعش الولاد دول يبقوا موجودين مع الأسرة دي أو إنه مثلا كان الإبن عايش مع هذا الأب والأب دخل إلى يعني بيقضي عقوبة معينة فيذهب هذا الإبن إلى مفروض إلى أسرة بديلة طب أنا كده عايز داتا بيز كبيرة لنعدم للأسر وعايز داتا بيز تانية بقى بتاعة الأسر المستعدة لهذا الاحتضان يعني وأنا مظنش ليس بدأنا في ده ولا بدأنا لا حقيقة أنا متوصلة مع الوزارة الفترة اللي فاتت علشان ندوة وقراءات مهمة في الموضوع ده وعنات الدكتورة نيفين أن 11 ألف أسرة منتظرة أطفال من دور الرعاية البديلة حينو استاتيستي كناليس عظيمة جدا كويس ولكنهم بيفرزوهم يعني مثلا في الدأهليح قالوا ينسبة الأكسبتنسي اللي تمت 25% ليه هم قالوا الانترفيو اللي تم مع الأسر ما لقوش فيها الجدية احنا برضو برضو لازم نبص كويس على الطرفين على الطفل الموجود في الدور وبيقدم له الرعاية بس فيه نقص حاجات والجزء الآخر الأسرة اللي هتستقبل فقالوا لسه فهي برضو محتاجة ثقافة كويسة وتدريب للأسر اللي عايزة فعلا تكفل الطفل لغاية لما توصل لمرحلة الحقيقة أنا ما حبش أقول حاجة ما عنديش تفاصيلها لكن أنا أزعم أن وزارة التضامن عندها الإحسائيات الكافية للبرامتر الأولاني أو للتاني لكن للتاني ده أنا سمعت أنهم 11 ألف أسرة منتظرة أطفال وده برقم كبير عظيم يعني بس نأمل أنهم يكونوا إن شاء الله كلهم يستحق أولادنا اللي إحنا محتاجينهم اللي هم أمل بكرة إن شاء الله زمن رئيسة لأنه هنا هنبقى فعلا محتاجين أنه الأسر البديلة دي هتبقى نفسيا هي مستعدة عندها الملاءة المالية والاقتصادية لذلك مدربة تدريب حقيقي على إزاي أقدر أستقبل الولد أو البنت وأقدر أشعره بأنه أنت خلاص كده بقيت في بيتك مظبوط مظبوط في نقطة أنت حارك قلتها برضو على موضوع التشريع أنا برضو فوجئت مبارح في النادواء حد من الزملاء في لجنة الشباب ورياضة قال معنومة أنا مكنتش عرفها قال إن الطفل اللي يتم كفالته لا يحق له الاشتراك في النوادي الرياضية الله يا الله آه الله فعل فحتى الدكتورة عيبير قلت لها الموضوع ده لازم حناخد فيه قرارات ففيه أنا حتى يعني عندنا وكيل الوزارة قلت له جمع لي كل نقاط الضعف اللي انت شايفة في موضوع الأسرة البديلة طالما إحنا بدأنا في هذا الطريق وحندعمه إن شاء الله وقولي إيه التشريعات مع الزملاء نبدأ ندخلها على مدار هذا هذا الطفل مواطن ولا مش مواطن مواطن له كلك كافة الحقوق يعني الرعاية الصحية بتقدم له عن طريق الأسرة اللي بتبقى بترعاها وطبعا زي ما أنت قلت لازم تكون يعني اقتصاديا قادرة على التعليم والصحة لاتنين مع بعض عشاني طلع فعلا إنسان سوي فلكن الرياضة ده حق البني آدم حق كل حد يعني إزاي ما يبقاش له كرني الشراكة في النوادي الرياضية دي نقطة يعني زكرة مبارح ومعي الوزيرة وعدة إن شاء الله يبقى بها حلال ومن انتظار إحنا زي ما قلنا فتحنا بابنا كنواب لهذا الملف لمزيد من الدعم التشريعي بالإضافة إلى كل من له صلب المجتمع يزيد في التوعية وينشر هذه استقافة ويظهر الأسر البديلة الإيجابية ذات السنوات الطويلة يعني فيه ناس جوزت الطفل الكافي جوزته وبقت جدا له لأ دول يظهروا بقى في الميديا ويتكلموا وشوفوا الصعوبات اللي قبلتهم وإصرارهم على استكمال المشوار يعني أنا حد قال لي الناس كانت يعني أهلي نفسهم رفضوا قلت لهم لا أنا حكمل وحربيه ودلوقتي يقول لي برافو عليك برافو عليك أن اتكملت المشوار ده وشايفينه لأنها هو تربيتها طالما هي بتربي كويس هتطلع ناشئ كويس فإن شاء الله مع بعض كده ومع كل الزملاء ومجتمعنا كله نحاول إن شاء الله مع الوزارة عشرين خمسة وعشرين نكون حققنا خطوات كويسة يا رب يا رب لنا فصل تشريع بس معنا مدة 4 سنة ممكن نقعد في الآخر نشوف عمالنا إيه في هذا الملف بإذن الله بإذن الله أداء وإدود بإذن الله إن شاء الله مع بعض وانا متأكد أنه هيتعامل يعني بناء تشريعي حقيقي منتهى التماسك ومنتهى الجودة والفعلية عن قريب دكتور نسريين أنا فعلا بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا الله عارض وبعتذر عن التأخير يعني أنا ستشعر نهارية بس يعني الصهراء معك حلوة يا ربي خليك يا دكتور نورتينا وشرفتينا حقيقي نتمنى لك كل التوفيق بإذن الله ويا رب نكتر اللقاءات كل الشكر لدكتور نسريين صلاح وعمر عضو مجلس النواب في حديث بالنسبة لي كان أفضل ما يمكن أن يكون عليه ختام الحلقة أسرة بديلة لولدنا خلوا المجتمع يعود ويستعيد مرة تانية إنسانيته بعد إذنه عيلة باختيارنا عيلة باختيارنا كان الطايتل بداعنا دواء عيلة باختيارنا ونشكر الفريق كله إحنا اللي بنشكر حضرك يا فندم وشكرا لكم على حص المتابعة لو كلنا العمر هنتقابل بكرة في نفس المعاد وبرنامجيكم التاسعة تحس إنه برنامج أكشن مش كده نشوفكم بكرة سلامات شكرا